ازي اضيف اكتر من حساب على التيك توك؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة فاتبع معايا الفيديو دا للنهائي السلام عليكم اهلا بكم في قناتي قناة ياسمين عشر النهاردة كده هقولك ازاي نفتح اكتر من حساب في التيك توك هولا ينفع هقولك او ينفع تفتح اكتر من حساب على التيك توك فيالتك ابن نبدأ شرح النهاردة تعمل لايك الفيديو ده اللي أردت بالمجرس في قناتي تعمل اشتراك في القناة ويلا بينا اقولك الطريقة هروح مع بعض كده على التيك توك وطبعا انت دلوقتي عندك صفحة على التيك توك بنبدأ نروح على الملف الشخصي وبعدين بتتفتح معاك الصفحة بالشكل ده وبعدين بابدأ أضغط على الاسم صفحتي فوق هنا هتلاقيها للأعلى بأضغط عليه من هنا بيظهر لك الخطوة دي وعندك هنا أضافة حساب فحالة اننا ما ظهر ليش اللي انت بتقولي ده بعمل اي فيه طريقة تانية واضغط على التلات شورة دول وبعدين بابدأ أروح على الاعدادات والخصوصية وبعدين بابدأ اننا أنزل كده على تبديل الحساب كلمة تبديل الحساب بضغط عليها ومننا يظهر لك نفس الخطوات اللي ظهرت الأول هنا بضغط على إضافة حساب لما بتضغط على إضافة حساب ممكن تعمل حساب باستخدام تويتر باستخدام جوجل باستخدام فيسبوك وباستخدام الهاتف أو البريد الإلكترون زي منوا شايفين طيب فحالة اننا عاوز أفتح باستخدام تويتر بضغط على تويتر بالشكل ده وكنا قلنا في فيديو قبل كده إزاي أفتح حساب عن طريق تويتر بضغط على السماح للتطبيق ومن هنا بولي جار المصادقة بابدأ اننا انتظر لما يفتح لي الصفحة التانية دلوقتي إحنا فتحين دلوقتي حسابين على اليوتيوب بابدأ كده أروح على الملف الشخصي تاني وبعدين بضغط على الإسم بتاعي تاني بلاي ان ما وجود دلوقتي حسابين طيب أنا عاوز أضغط وأفتح تالت حساب معي على تيك توك عند الوقتي فتحنا حسابين هنفتح كمان تالت حساب بضغط على إضافة حساب وبعدين بيجي لنا لتشاشة دي كده بضغط على المتابعة باستخدام فيسبوك بضغط عليه من هنا طبعا بيبدأ ان هو يحمل معي بالشكل ده وهيفتح لي تالت حساب على التيك توك طبعا كانت بتنتظر وباروح تاني على الملف الشخصي عندي ومن هنا بضغط على الاسم بتاعي بقى دلوقتي عندي تالت حسابات على التيك توك كمان ينفع تاني بقى أفتح حساب عن طريق الانستجرام عن طريق الجوجل تاني أيوة ينفع بتضغط على إضافة حساب عن طريق بريد دكتروني عن طريق الرقم بتاعي بتبدأ انت تعمل حسابات زي ما انت عاوز زي ما انت شايفين ببدأ ان انا بدل من حسابات دي كل علي بضغط على الاسم بس فوق هنا بيشدار لك بالشكل ده بتبدأ تبدل بين الحسابات طيب برضو انا مظهر لش تبديل الحسابات من هنا عامل ايه واضغط على التلات شورة دول وبعدين الاعدادات والخصصية وبعدين بنزل كده وبختار تبديل الحساب من هنا بتلاقيهم برضو قيمة تبديل الحساب من هنا بس كده انت دلوقتي فتحت اكتر من حساب على تيك توك بس بقى بكل واحد بريد مختلف رقم مختلف فيسبوك جوجل انستجرام تويتر عندك اي سؤال اوصف صار اكتب لي في التعليقات انا برد على كل التعليقات اشوفك على خير الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته